معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن قبل أربعة عشر قرناً واكتشفها العلم الحديث اتفقت نتائج دراسة بحثية حديثة أجرها فريق بحثي أمريكي مع حقيقة أن هناك معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن واكتشفها العلم الحديث بالإضافة إلى حكمة الإعجاز العلمي في القرآن وأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد فترة العدة للمرأة بمائة وعشرين يوما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم ويقول تعالى واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى قال الدكتور جمال الدين إبراهيم أستاذ علم التسامم بجامعة كاليفورنيا ومدير معامل أبحاث الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية إن دراسة بحثية للجهاز المناعي للمرأة كشفت عن وجود خلايا مناعية متخصصة لها ذاكرة وراثية تتعرف على الأجسام التي تدخل جسم المرأة وتحافظ على صفاتها الوراثية لافتاً إلى أن تلك الخلايا تعيش لمدة 120 يوماً في الجهاز التناسلي للمرأة أضاف الدكتور جمال الدين أن الدراسة أكدت كذلك أنه إذا تغير أي أجسام دخيلة للمرأة مثل السائل المنوي قبل هذه المدة فقد يحدث خلل في جهازها المناعي ويتسبب في تعرضها للأورام السرطانية أوضح الدكتور جمال أن هذا يفسر علمياً زيادة نسبة الإصابة بأورام الرحم والثدي للسيدات متعدلة العلاقات الجنسية وبالتالي تظهر حكمة الشريعة في تحريم تعدد الأزواج للمرأة وكشفت دكتور جمال أن الدراسة أثبتت أيضاً أن تلك الخلايا المتخصصة تحتفظ بالمادة الوراثية للجسم الدخيل لمدة 120 يوماً وبالتالي إذا حدثت علاقة زواج قبل هذه الفترة ونتج عنها حدوث حمل فإن الجنين يحمل جزءاً من الصفات الوراثية للجسم الدخيل الأول والجسم الدخيل الثاني ومن جانب آخر فقد اتفقت جميع الديانات السماوية على أنه لا يجوز للمرأة أن يطأها غير زوجها فالإيمان بالله يقتضي التسليم لأحكامه وشرعه فهو سبحانه الحكيم العليم بما يصلح البشر فقد ندرك الحكمة من الحكم الشرعي وقد لا ندركها حكمة جواز تعدد الزوجات للرجل وبالنسبة لمشروعية التعدد للرجل ومنعه في حق المرأة هناك أمور لا تخفى على كل ذي عقل والله سبحانه وتعالى جعل المرأة هي الوعاء والرجل ليس كذلك فلو حملت المرأة بجنين وقد وطأها عدة رجال في وقت واحد لما عرف أبوه واختلطت أنساب الناس ولتهدمت البيوت وتشردت الأسر ولأصبحت المرأة مثقلة بالذرية التي لا تستطيع القيام بتربيتها والنفقة عليها ولربما اضطرت النساء إلى تعقيم أنفسهن وهذا يؤدي إلى انقراض الجنس البشري ثم إن الثابت الآن طبيا أن الأمراض الخطيرة التي انتشرت كالإيدز والسرطان وغيرها من أهم أسبابها كون المرأة يطأها أكثر من الرجل فاختلاط السوائل المنوية في رحم المرأة يسبب أمراضا فتاكا ولذلك شرع الله العدة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حتى تمكث مدة لتطهير رحمها ومسالكها من آثار الزوج السابق وللطمث الذي يعتريها دور أيضا في هذه العملية كما أكد العلماء أن المرأة تحمل داخل جسدها ما يشبه الكمبيوتر الذي يختزن شفرة الرجل الذي يعاشرها فإذا دخل عليها أكثر من رجل يصاب هذا الكمبيوتر بالخلل والاضطراب والأمراض الخبيثة ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل وعلاج لهذه المشكلة اكتشف الإعجاز واكتشفوا أن الإسلام يعلم ما يجهلونه وأن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الإسلام حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة من إصابتها بأذى كما فسر هذا الاكتشاف لماذا يتزوج المرأة رجلا واحدا ولا يجوز لها تعدد الأزواج لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة؟ أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج وقتا أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة وذلك يرجع إلى حالتها النفسية حيث أنها تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها إذ لم يطلقها زوجها بل توفاه الله ومن جهة أخرى فإن الإحصاءات تدل على أن عدد الرجال أقل من عدد النساء والرجال دائما عرضة للإصابات في أحداث الحياة التي يتعرضون لها في مجالات أعمالهم بالإضافة للحروب فكان من مصلحة المجتمع البشري أن يشرع التعدد للرجل لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر